السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة الوصفة ديال اليومه وصفة يالبنات بلما نحلف لكم راهزوينة بالنسبة للنساء والنسبة الرجال الكبار والصغر راهزوينة بزف هاد الوصفة اللي كتنبتنا الشعر اللي انا كنت كان عرف واحد سيدة كان الشعر دياله فاش كتحيدها كتبان الجلدة دياله راسها رغم تصوروا الدرجات ان الشعرها خفيف 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 بزف وكاني البنات اللي شعرهم زوينة طبق وزل ولكن راه خفيف ما تقدروش عريو نهائيا حتى السيدات ما تقدر شعرها حتى في الدرع لاش لانه قليل بزف البنات هاد الوصفة رها رائعة بغيتكم غير تجربوها تديروها الى ما بينت لكم ش نتيجة من الاسبوع الاول قولوا راه سعد كتكدب عرفوني بانا نيراني كان كدب هاد الوصفة رها غزالة بزا فيها ثلاث هاد المكونات كل مكون بوحده في حد ذاته هو كي نوضلينا الشعر كي حيد نصلها لا بالنسبة النساء ولا بالنسبة الرجال وغنديرو بواحدة طريقة زوينة ماشي هي خلطة ديال الحنا ولا خلطة فئلا بالعكس هاد ثلاث هاد المكونات غدين ديروهم غدين خرجوا منهم غير زيت ديالهم فقط غدين قون استعملوا غير زيت ديالهم فقط البنات لأي وصفة ديال البشرة ولا ديال الشعر الى ما أعطيتكم ش نتيجة هي كتبغي بعد المدوة ماشوية ماشي من النهار اللول الا انا بعد عندي بعض الوصفة ديال البشرة اللي كي يعطو النتيجة في خمسة دقيق اللولين وراكم عرفتوهم اما بالنسبة للوصفة الطبيعية ديال الشعر خاص على الاقل واحد الاسبوع باش تباني النتيجة الى عجبتكم هاد الوصفة ديرولي لايك وبرتاجيو معي البنات باش تعمل فائدة لي وليكم ارجعوا الوصفة ديالنا ديال دابا هنا غدي نستعمل كيف ما قلت لكم هاد ثلاثة مكونات المكونات المكونات الاول هو الزريعة ديال الكيف الزريعة ديال الكيف هكذا معروفة او كتبع قبل ما كانش كتبع دابا ولا تكتبع عند العطار كيعطاك حتى جوج درهم انا هنا واخدت جوج ديال درهم باش ندير هاد الوصفة لان انا بغيت غير الديرها لكم ليكو محتاجة لها وهنا زريعة ديال البصل اللي بنات زريعات البصل اراها جيد 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 رائعة فتنبات ديال الشعر وكذلك الزريعة ديال الكيف الزريعة ديال الكيف ران discrimination في اقدرت معاكم واحد الوصفة بطابة بديك النفحه اللي كان و Täكت مكبرين الشعر ديالنا من اللي كنا صغر كنت Ain ciudad دير لان الواليدة اللي اللى يرحمها أما دابا غندير معكم الزريعة دية الكيف وزرعة الباصلة هنا ريتكم الفرق ما بين زريعة الباصلة وحبت الباركة شوفوا زريعة الباصلة عندها بحل القنيتة عندها القناة أما أحبت الباركة أو السان وج هنا في المغرب كنت تسميه السان وج راه بالعكس هانتو ما شوفوا الفرق ما بين الحبة ديال البركة والزرعة ديال البصل كان فرق كبير ما بين الزرعة ديال حبة البركة كتكون ملسا من الفوق كيف ما كتشوفوا كيف ما هادي وهاد الأخرى راه هالزرعة ديال البصل مهم انتي إلا ما عرفتيش غادي تمشي عند العطار غا تقول له عطاني الزرعات البصل هنا عندنا التومة ولكن التومة الموجفافة التومة اللي كتشرا ما الأحسن أنكم تشربها لأنها هي متعبة شوية في الصاوب ديالها وكتشرب المتناول التمن ديالها ما غاليش بزاف بهاد ثلاثة ديال المكونات غنديروا واحد زيت رائع اللي غادي تديره للصلعة الصلعة كان عارفو بأن الناس اللي بتتولي عندهم الصلعة رال درجات دوك دوك التقابي ما كيبقوش عندهم فيها كتولي ملسا بزاف انتي انتو ما ديروا هاد الوصفة بالنسبة الناس اللي عندهم الصلعة ولو بيكون حتى راجل وبالنسبة الناس اللي كيكون عندهم القدام ديال حتى الرجالة كيكون عندهم هاد القنات اللي كيسميهم الشاشيات بالدريجة راحتها هي كتنوضفهم الشعر هنا غادي نخوضو الزريعة ديال الكيف كيف ما كتشوفو فيها راق ريبة شوية بحل الزريعة ديال غادي نخوض ملعقة فقط أنا غادي الوحد الكيمية اللي قليلة وفالاخر غادي نضيفها غير رأي ما محتاجهاش ولكن ما غاديش شعرنا احنا قوي ولكن ما غاديش ما غاديش يعني رميها ولاش حاجة غا نضيفها في ذاك الزيت اللي عندي الزيت ديال 16 عشبه غادي نضيفها فيها هنا خديت هاد الملعقة ديال زريعة ديال الكيف وهرمشتها كيف ما كان قولو كان هرمشوها يعني ما كان نييلوهاش بزاف باش نضيروها نضيرو من هالزيت ما توقاش تخلط لنا مع الزيت غير نهرمشها باش دو كل مكوينة ديالها كيتلقونا في الزيت والطريقة باش غا نضيرو هاد الزيت ديال هاد العشوب بتلاتة راها طريقة زوينة بزاف تبعو معايا البنات من بعد غادي نخوض ملعقة كذلك ديال زريعة البصل وزريعة البصل راها رائعة في تنبط الشعر زوينة بزاف كتنبطنا الشعر وكتملأنا الفارغات وكيولي الشعر قوي 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 وطويل كنقولو قوي يعني انها كتنبط فاش كتنبطنا الشعر اللي ما في البلاصة اللي ما كيناش راه الشعر اللي عندنا كيزيتها هو كينبط وكيطلع من بعد ما هرمشتها احتاية هادك الملعقة ديال زريعة البصل وزريعة البصل كتبغي شوية دلوقت ما كتتهرمش بسرعة بحل زريعة الكيف هادو مجيوج المكونات فقط لغدا نطحن شي شوية هادو هرمشون وهنا عندي البودرة ديال التوم راك ما كتعرفو راها مطحونة ثلاثة ديال المكونات غادي نديرهم في واحد الكاثرول ولا في شيئنا اللي نقدر نعرضه لنار وما كيتهرش شي زليفة هكذا ديال الججاج ولا ديال الميكووند ولا مهم اللي عندك ولا طويصة ديال الميكووند تمام تيكون شي تهرسو انا غادي رغيا في كاثرول غادي نخذ ملعقة هكذا تقريبا ما ملوقة لانا ديال الملعقة اللي طحنت تعطاتني اكتر من الملعقة وهنا ملعقة مملوقة ديال 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 زرعة البصل وملعقة صغيرة فقط ملعقة صغيرة فقط او نصف ملعقة كبيرة ديال توم بوودر وغادي ندفع لهم الزيت ديال الدراء بالبنات من الاحسن اننا ما نديروش زيت زيتون فهد فهد الوصفة نديرو اما زيت الدراء واما زيت الججلين كتكون عندهGO وال � hits كيفما تعرفو دائما انا عندي زيت زيتون كنجيب الزيت ديال معصراء ومفيش الملح ورغم ذلك هاذ الوصفة خاصة الزيت ديال الدراء لان ده ديالت ديال واصغر من المقونات ديال زيت الزيتون اذا ما عندك الزيت الدراء ملل هبوه زيت ديال الدراء مزيان ولكن الى كان منتوفر عندك الزيت ديال زيجلين هو احسن من زيت ديالته من بعد غادي ندرهم في حمام مائي هاتش عليش قول لكم ندرهم في كاسرون غادي ندرهم في حمام مائي الماء غادي نجاهد عليه حتى كي يغلع كيفما كتشوفو راها كيفما كنقولو كي بربر غراها غالي هي اللي غادي نقص البوطة مزيان نقص النار مزيان ونحط هاد الكاسرونه ديالي اللي في هالزيت باش الزيت انا ما بغيتوش هو ماشي الزيت زيتون غير الزيتون ما غاديش التحرق هاد المكونات خاصهم يخرجوا على خاطرهم إلا ما بغيتوش ديري باماغي حمام مائي بحال هكذا ديري في واحد القنينة وفي واحد القرعة اللي تكون كحلة ولا غطيها بشي زيف كحل وديريها في واحد البوطاتجولة بشي جيها مضلمة وخليه لمدة عشرة ايام هالي استعمليه إلا كنتي زربانة عليه كما أنا بغيت نوريكم ديري هكذا لأنه كان عافل بندمة يكونوا زربانين على الوصفات إذا ديريه في واحد الحمام مائي كيفما وريتكم لمدة عشرة لمدة 4 ساعة 15 دقيقة وهو في الأول راك بحرك يبدأ كيسخون وكيتلقب شوية بشوية وغادي نخليه حتي برد راكيسخون بزاف البنات راكيسخون من الزيت اللي كيكون سخيل سخون راها اللي يصير كيحرق تيحرق حرق واعر من الدرجة الثالثة إذا انتم حاولوا ما إمكان باش هاد الزيت تخليه حتي برد وغادي نديروه علاج لأن انا غادي نديروه في واحد القراءة يزاج حتى لو كان سخون بالزافر غادي تطرطق هاد القراءة إذا انا غادي نخليه حتي كيفتر ماشي كي يبرد غير كيفتر وكتقدرة تحطى في الأصبوع ديالك خليه حتي جانبه حتي كيفتر ومن بعد ديريه في واحد القراءة بحال هكذا وصدي هدا براه فاتري لا تدرتي بشي قراءة عندك وعفتها ما تطرطقش ودرتي سخون ما تسديش حتي يفتر هي اللي يصدي اما بالنسبة لي انا خليتو حتي فتر في الكاثرونة غادي نصدي القراءة عندي بحال هكذا وغادي نخليها 24 ساعة فقط ما غاديش نضطر باش نخليها لمدة أسبوع لأنه ندرتوه في حمام مائي غادي نخليها 24 ساعة فقط وكي يسهبط ديك مادام كنديروه في حمام مائي إذا كي تطلق فاش كنديروه هكذا كبارد خاصوا لمدة أسبوع أسبوع لأنك الأسبوع لأن الميكونات في تحت والزيت تعد إلى الفوق وكتر تطور فى صرحة وكتر تطور فى صحيحة وأنه ما بين انجزة وكتر تجع فرصة أسبوع وكتر تطور وكتر تجع الزيت وكتر تريد تأخذ تبع الاسواع وترجع الاسواع نحن نجد 24 ساعة لان كل مقونات دخلوا في الزيت و حمام مائي نجد الزيت مزيان سوف نجد 24 ساعة و نستعمل طريقة كي نستعملوا هذه الطريقة جيد سهلة سوف تشدي الشعر و تشقي سوف نجد شعر والفروة لرأس سوف تشقيه جيدا و تشقي الشعر و تبقى هكذا تفرقيه و تشقيه حتى تعمل شعر كامل و تستعملوا للمساج حتى تعملوا للمساج حتى تعملوا بمساجات و تعملوا للمزيف و تعملوا للمزيف للمزيف داري لي واحد الدرة اللي كتكون مغلوقة شي شوية بحل الزيوفة اللي كان ديرو ديال كتكون شي شوية ماشي ديال القطن ولا ما غديش داري لي در ديال القطن داري لي در عادية وغدي تخلي واحد ساعة وتغسليه الشعر ديالك إلا كان خفيف عندك بزاف تقدري تديري هاد الوصفه يوميا او اللي تديريها يوم ويوم اللي كان عرف سيداتك يعاني وبزاف من الصلاع ومن الشعر خفيف ومن انه ما كينوت وكتقول لك تصوري شعري بحالها كدارها خمس سنين وست سنين انا جامي برفوه كان مرض وكان حيت شعري كامله ما كان جي تكون عامين ولا تلس سنين تتي يولي غالب عليا علاش لانني كنتبع هاد الوصفات وكيولي وعندي عادة روتين وهاد الوصفه يدلوها حتى الولاد حتى الدراري وحتى الرجالة يدلوها اللي عندهم شعر قليل بزاف يديرها يلا ما قدش يديرها ساعة يديرها حتى غير وغير نصف ساعة ويدوي زغسل شعره بشامبوان وبالماء عادي وصفه غد تعطينا النتيجة في واحد لابس دوتون على الاقل على الاقل ديريها إلا كان عندك صلاع بزاف ديريها مره نهار ونهار لا ديريها الاسبوع الاول غادي تحسي بانك فشكة دوزة البلاصة اللي كانت عندك فيها الصلاعه تحسي بها بانها فيها بحل الشوك في هذا الشعر اللي بدك ينوض ديك الساعة يكملي عليها را عندها نتيجة رائعة بزاف لبالنسبة الرجالة ولا بالنسبة العيالة نتمنى انكم تدروها وقد لكم راها وصفة زوينة 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 بزاف تمنى انكم تدروها وتفرحوا بالنتيجة ديالها وتعودوا ترجعوا للتحالق وتقولوا لي سعاد راها هالنتيجة راها نتيجة زوينة بزاف را الشعر ديالي ولا كي بدك ينوض راولا كي نوض عندي دك الشعر ديالي بيبي بدك ينوض هكذا وبالنسبة اللي بنات اللي يسولوني على هاد البخاخ اللي انا درت راني درت واحد الوصفة او درت واحد بشكل وفيش الافيديو ديال دوك اللي بخاخ لاخذ اللي اختيتهم من واحد الوستيت دائما كيف تتعالق كي جايوني اشنو هوا هاد السيت وكيفاش غادي ندير اللي بنات راجعوا لهذا الفيديو اللي انا درت وغادي تشوفوا في صندوق الوصف اراني احطيت لكم الكوض باش انه ينقصوا لكم 11% وحطيت لكم الوستيت من اي اختيته يعني انك غادي تصيبي وحطيت لكم حتى بعد اللي يقضون البشرة ويقضون البشرة ويقضون البشرة ويقضون البشرة ويقضون الدفار ويقضون الشعر كذلك الحبوب سبيريلينات ويقضون 10% من الفلوس لجميع المقونات اما بالنسبة لهذا الوصفة نتمنى انكم دروها وتعجبكم وترجعولي في القناة